يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب أخى الإيمان قد يبتريك الله تبارك وتعالى بفتن أو قد يعرض لك أسبابا من المعاصي في غيبة الناس حيث لا يراك أحد من أجل أن يمتحنك الله هل تشترئ على هذه الفتنة؟ هل تأخذ بهذه الأسباب؟ أم أنك تبتعد عنها؟ كما يبتل الله تعالى المحرم الذي خرج يقصد البيت الحرام وقد حرم الله عليه صيد البر فيعرض له الصيد يعرض له صغار الصيد من غير رماح أو كبارها بسلاح فيعلم أن الله يراه فيمسك عن ذلك وهو أحب إليه أن ينال هذا الصيد هكذا الله سبحانه وتعالى جعل الحياة والدنيا ميدانا لهذه الفتن فمن استسهل هذه الفتن وتعرض لها فإنه يقع فيها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن خاف من الله ليعلم الله من يخافه بالغيب هذه النتيجة نتيجة الاختبار والامتحان أن الله يريد أن يراك هل أنت تعرض عن هذه الفتن؟ مخافة الله وخشيته في الغيب أم أنك تتقحم فيها وتشترئ عليها نسأل الله تعالى أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة